الى مرتفعات جبل قنديل شمالية العراق معقل حزب العمال الكردستانية وصلت المقاتلات التركية بعد ساعات قليلة على هجوم انتحاري استهدف المديرية العامة للامن في العاصمة انقرة الطائرات التركية قصفت قواعد الحزب الذي تصنفه ارهابيا ودمرت عشرين هدفا في جرى وهاكورك وامتينة بحسب بيان وزارة الدفاع التركية عملية وصفها رئيس دائرة الاتصال في مكتب اردوغان بالناجحة معتبرا اياها مؤشرا على مواصلة انقرة تضييق على الارهاب داخل البلاد وخارج حدودها يتي ذلك بعد ان اعلن مركز الدفاع الشعبي وهو الذراع العسكرية لحزب العمال الكردستاني مسئوليته عن هجوم الاحد باسم كتيبة الخالدون تمت العملية التي اصفرت عن اصابة شرطيين مع مقتل المهاجمين بتأكيد من السلطات التركية وزارة الداخلية في انقرة قالت انها تحققت من هوية احد المهاجمين في حين يستمر التحري بشأن هوية المهاجم الاخر الهجوم الجديد لحزب العمال الكردستاني في الداخل التركي بدلالات مكانه وتزامنه مع افتتاح الدورة التشريعية الجديدة جاء بعد اقل من سنة من تفجير في اسطنبول راح ضحيته ستة اشخاص وتوعد بعده اردوغان بشن حرب لا هوادة فيها لانقاذ بلاده ممن يصفهم بالارهابيين ترجمة نانسي قنقر